أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك ولا تركا إلى الدنيا وأكثر من عطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من صلطة خضرة النهاردة حلقتنا فيها تأملات بأن فترة ما خدناش تأملات كلمات أشعار مواقف حكايات وفي النهاية بدبقى نعلق على كل التأملات بتاعتنا وزي منتفق دايما في حلقة التأملات ياريت يكون معنا وراء وألم عشان نكتب نفكر نتدبر نتناقش نتحاور ونشوف في الآخر إيه اللي حنطلع بيه من تأملاتنا عنوين كتير وحاجات كتير حنقولها ما بين إنساني وطربوي وتنموي واجتماعي إن شاء الله ممكن لو جملة واحدة نطلع بيها ونطبقها في حياتنا إن شاء الله ممكن حياتنا تتغير بيها تمام أما بالنسبة بقى لمن الحياة والناس كثير بتسأل عليهم إن شاء الله الحلقتين القادمتين هيكون معنا في واحدة فيهم إحنا بنتغير وفي واحدة فيهم من الحياة نقل شاء الله خلط ترجمة نانسي قنقر 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 يكون مختلفين لكي سمع بعض يا جماعة عشان بيكون لهم بحكمة مجرد مرة 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 puisque يغير إن حياتنا مرة إن حياتنا قطرة قطرة فوق قطرة مرة يضيف حاجة ونجاح-صغير سعيد سعيد من تكون ظروفه تطيع أن يجعل مزاجه يتذكره تلفين إذا كنت كتير كتير أوي أوي واحد ممكن يولد من جديد لا نولد من جديد وإذا كنا عماستها فهذا يعني إذا كنا إذا كنا لا نولد من براءة براءة الطفولة وحماستها صغي صغي إلى ما يقوله الطفل إلى ما يقوله الطفل قال ليه ونلبي له اللي هو بيطلبه حنجل حل ببراءة ببراءة الطفولة وحماس الألم ثمرة الألم ثمرة الأمل الألم من ضعيف ضعيف لا يحتمل حملة تخيل أنا أشوف ناس تحس إزاي فيه إزاي فيه الشخص القوي الألم الثمرة وربنا لأنه عادي لا يحتمل لا يحتمل له حملها يعني لما بيجي لك وبقوتك وبقوتك وباللي استعانى بيه من غرضه لا يبقى أنت أنت فقال له أنا حدي فقال له فقال له أنا حدي فقال له أنا حديك هدية فقال له أنا حدي قال له أنا حديك هدية فقال له فقال له أنا حديك هدية توصلها لأزكى طفل القرية القرية الراجل خد الهدية ونزل بابنه يسألوا عن الهدية هل وصلته الهدية ومتوا فيه ايه مدلوش الهدية لأزكى طفل في القرية القرية قال له قد 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 هلأزكى طفل في القرية إذا ما وصلت إذا ما وصلت لأزكى إذا ما وصلت لأزكى حاجة فرد علي الرجل أبي ابنك مين أنا إذا ما وصلت هو أزكى طفل في القرية خد الهدية من وجه النص أنت شايف ابنك أزكى طفل أنا شايف ابني أزكى طفل وهي خد الهدية إن شاء الله لما نوصل لفقية يعني هذه القصة على أنها حقيقية فأثناء فأثناء سفر الزوج المرأة أصيب يعني يعني زوجتك صبيحة اليوم التالي صبيحة اليوم التالي أصيب أن نحن أصيب أن نحن أصيب أن هذا الزوج يفت يعني في يعني في فاكتشفوا أن شاعر شاعر زوجته بحيث وهي بهذه الصورة وفي نفس الوقت أراد أن تثبيت أجمل تثبيت أجمل صورة لها في ذهني وثيرا بالعمى لهذين السببين وحاسس أن وحاسس أن كثير من الأزواق وحاسس أن كثير من الأزواق فعلا بيات متواجدة في البيت مغمضة العينين مسدودة الأزنين هو لا عايز يشوف ولا عايز يسمع لكنه عما متعمد فهذا الموقف يعني نتأمله ونشوفه نرجع للكلمات مرة أخرى ونقول ليس المهم ليس المهم لا يمكنك إجبار نفسك على الإحساس بشيء لا تحسه ما تقدرش تجبر نفسك أنك تحس بشيء أنت ما بتحسوش لكن بإمكانك إجبار نفسك على القيام بما هو صحيح بغض النظر عن أحاسيسك كلّ حّد أجبار نفسك على الإحساس بشيء لا تحسه لكن بإمكانك إجبار نفسك على أنت أمل أنتأمل أقصى عقوبة لأنه شخصية كذبة الناس مع الوقت لا تصدق أقصى عقوبة للكاذب ليست هي أنه لا أحدى يعني صعبة ليست ليست أن أنت ما بتصدقش حد أقصى تشعر بالألم وأنت تلعب لو أحس بالألم تعب وأنت تشعر بالألم اللي بيشعر بالتعب هو بيزاكر وبيعني الحاجة بيقف لكن اللي بيزاكر بتفضل تلعب بتفضل تلعب ولا بتقف لا بتكمل بتكمل تلاقي الوحب هو بي لعبي وأنت وأنت تلعب وأنت تلعب لكنك لا وهزم كل ما يبرز حد سيدنا علي سيدنا لأنك أنت كنت كل ما تبرز حد أنت اللي بتخلص عليه وتقف كنت أقدر أني أقتل كنت أقدر أني أقتل قاتل فأجتمع أنا ونفي وجه بعض ونفي وجه بعض واحد عنده قناعة أنه حينتصر بس سيدنا بس سيدنا علي اللي كان بيقتل هذا الشخص كنت أقدر أنه ونفسه عليه فنهزم هنا كالجدار هنا كالجدار هنا في حلوقكم حلوقكم كقطعة الزجاجي هنا هنا على صدوركم زجاجي كالصبار وفي عيونكم زوبعة من نار نجوع نعرى نتحدى ونصنع الأطفال ونصنع الأطفال كأننا عشرون مستحيل هنا هنا على صدوركم باقون كالجدار وفي حلوقكم كقطعة الزجاجي كالصبار وفي عيونكم زوبعة من نار نجوع نعرى نتحدى ننشد الأشعار نمل أجيل كأن ندفع المرحلة الثانوية في الإذاعة المدرسية بجناعة كالتاني النهاردة عشان نذكر أن نقذب بلادنا وننشد بلادنا وننشغل بالأحداث الجارية وخاصة في يطن الفلسطينية ليس من حقنا أبداً أن ننسى أقطارنا الإسلامية حبيت أذكر نفسي وحضراتكم بهذه القضية اللي أوشكت أن هي تنسى لعلها تعود مرة أخرى للبؤرة ونتذكر أنه بعد اهتمامنا ببلادنا هناك أماكن أخرى لا يجب أن ننساها من دعائنا وعلى ذكر الشعر دخل الربيع على قلبي لآني حزين الناس بقى اللي بتحب النكد وأنا عارف كتير يعيش بعني في الحطة حلوة حلوة نكد نكد يعني يلا دخل الربيع وانا حكشر وانا بقولها عشان تطلع دخل الربيع على قلبي لآني حزين نده الربيع على اسمي لم قلت مين حط الربيع أظهاره جنبي وراح واشتعمل الأظهار للميتين وعجبي دخل الربيع على قلبي لآني حزين نده الربيع على اسمي لم قلت مين حط الربيع أظهاره جنبي وراح واشتعمل الأظهار للميتين وعجبي مقولة أخرى من المفترض أن يدفعنا القلق إلى العمل وليس الاكتئاب وده معنى خطور جداً كثير مننا لو يكتئبوا ما يشتغلوش وقلق أصلاً الآن أصلاً خايف طب هم مفروض الآن خايف اشتغل عشان تضيع الألأ وتضيع الخوف لا أنا الآن وخايف فاكتئبت ما بشتغلش أصلاً خايف يعني عم اشتغل من المفترض أن يدفعنا القلق إلى العمل وليس إلى الاكتئاب فليس حرًا من لا يستطيع السيطرة على نفسه من المفترض أن يدفعنا القلق إلى العمل وليس إلى الاكتئاب فليس حرًا من لا يستطيع السيطرة على نفسه الجملة الأخيرة جملة يعني مهمة أوي لا تستعجل الحب كثير من الناس للأسف بنبقى يعني الجملة دي بقى جهة كثير أوي للشباب والمراهقين مستعجلين أوي أوي يعني وده لقى الناس واصلوا 13 سنة وزعلانين أوي أنهم محبوش يعني فيه يعمل يعني لا تستعجل الحب فتصاب بلفحة برد عشقية لأول قلب يقترب منك تاني لا تستعجل الحب فتصاب بلفحة برد عشقية لأول قلب يقترب منك آخر جملة النهاردة معانا يبدو النجاح إلى حد كبير إيه بقى النجاح إلى حد كبير يبدو النجاح إلى حد كبير في التمسك والمواصلة بعد أن يكون الآخرون قد استسلموا وهربوا عادةً اللي بينجح أكتر من حد عادةً اللي بيتميز أكتر من حد بيكون أحد أهم صفاته أنه يواصل ويستمر حتى بعد أن يستسلم الآخرون ويهربوا دي مجموعة كلمتنا النهاردة اللي احنا حابين نتأملها مع بعض خلوني سريعا أعدها عشان أنا حسيب لحضراتكم استخلاص الدروس في نهاية الحلقة عشان نعيش مع بعض في هذه التأملات يلا سريعا مع بعض نجمع اللي قلناه شاء الله حد بدأ معنا متأخر أو حد عايز يستحضر معنا مرة أخرى قطرة فوق قطرة بحر وحكمة فوق حكمة علم سعيد من تكون ظروفه مناسبة لمزاجه لكن الأسعدة من يستطيع أن يجعل مزاجه مناسبا لأي ظرف لا يموت الإنسان إلا حين لا يتذكره أحد الخطر الرئيسي في العصر الحالي هو قلة من يجرؤون على أن يكونوا مختلفين إذا كنا لا نولد من جديد وإذا كنا عاجزين عن النظر إلى الحياة ببراءة الطفولة وحماستها فهذا يعني أن الحياة قد فقدت معناها فالنصغ إلى ما يقوله الطفل الذي ما زال حيا في قلوبنا الألم ثمرة والله لا يضع ثمارا على غصن ضعيف لا يحتمل حملها قلنا حكاية أزكى طفل في العالم أو في القرية وقلنا حكاية هذا الزوج لأعت خمستاشر سنة متظاهر بالعمة حتى لا يجرح مشاعر زوجته التي أصيبت بمرض شوها وجهها وحتى يحتفظ بأجمل صورة لها في ذهنه لا يهم كيف كان أبي المهم كيف أتذكره لا يمكنك إجبار نفسك على الإحساس بشيء لا تحسه لكن بإمكانك إجبار نفسك على القيام بما هو صحيح بغض النظر عن أحاسيسك أقصى عقوبة للكاذب لا تكمن في أن لا يصدقه أحد بل في أنه لا يستطيع أن يصدق أحدا قد تشعر بالألم وأنت تلعب ولكنك تواصل اللعب سيدنا علي بن أبي طالب لما يسأل كيف يقتل كل من يقابله يقول إذا لقيته كنت أقدر أني أقتله ويقدر هو أني قاتله فأجتمع أنا ونفسه عليه فأقتله هنا على صدوركم باقون كالجدار وفي حلوقكم كقطعة الزجاج كالصبار وفي عيونكم زوبعة من نار نجوع نعرى نتحدى ننشد الأشعار نملأ السجون كبرياء ونصنع الأطفال جيلا فائرا وراء جيل كأننا عشرون مستحيل دخل الربيع على قلبي لآني حزين نده الربيع على اسمي لم قلت مين حط الربيع أزهار جنبي وراح واشتعمل الأزهار للميتين وعجبي من المفترض أن يدفعنا القلق إلى العمل وليس إلى الاكتئاب فليس حرا من لا يستطيع السيطرة على نفسه لا تستعجل الحب فتصاب بلفحة برد عشقية لأول قلب يقترب منك يبدو النجاحه إلى حد كبير في التمسك والمواصلة بعد أن يكون الآخرون قد استسلموا وهرب هي دي كلمتنا وحكاياتنا وأشعرنا أن هذا في تأملاتنا إن شاء الله فقرتنا القادمة طب اليوم عندنا أي تعليقات لحضراتكم اختار أفضل جملة وليه أنت وإفت معاها لو حابب تعلق على أي حاجة منهم وتستخرج لنا درس يبقى شيء طيب أي مشاركة أي اتصال أي سؤال أي حكاية أي حاجة عايزين نقولها مع بعض نعيشها مع بعض إن شاء الله وصولا لأن نكون أفضل بإذن الله وهيبقى معنا زي ما قلنا جزء صغير قوي رسائل قصيرة قصيرة للأزواج لحد إن شاء الله ما ربنا يسر لنا إن احنا نبقى نعمل حلقات كاملة عن الأسرة للأزواج والزوجات وإن شاء الله تكون مفيدة جدا خلونا دلوقتي نطلع مع بعض فاصل تستعدوا فيه باتصالاتكم بكلمتكم وبعد الفاصل نرجع نلتقي مع بعض فقرتنا المهمة جدا فقرت طبق اليوم فانتظرونا أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك ولا تركا إلى الدنيا وأكثر من عطايا أهلا ومرحبا بكم وطبق اليوم زي ما اتفقنا فقرتنا طبق اليوم هنعلق على التأملات اللي كانت معانا النهاردة هنتكلم بعض الرسائل القصيرة للأزواج هنستقبل اتصالات حضراتكم أسئلتكم استفساراتكم مشاركاتكم هنعيش مع بعض إن شاء الله فترة أتمنى إن هي تكون مثميرة وأنا حبدأ الحقيقة سريعا بوصايا الأزواج خوفا من إن هي تهمننا وخاصة إن احنا كنا وعدنا في اتصال الحلقة الماضية إن احنا حنؤجل هذه الوصايا وحنقولها النهاردة إن شاء الله فنفي إن شاء الله بوعدنا ونبدأ بذكر هذه الوصايا ونستكملها مع بعض واحد وأتمنى يا ريت يا جماعة إن الأزواج يسمعوا كلمتنا بقلب مفتوح قلب مفتوح لإن البداية اللي احنا بنقوله ده ليس مصلحة للزوجات بالدرجة الأولى إنه مصلحة للأزواج مصلحة للأزواج لإنه حيجلب لهم سعادة في حياتهم إذا بدأ ده يحصل حيقلل من كثير من المشكلات والآلام التي تحدث إذا حدث ذلك حنقولها وقصية سريعة جدا الأولى لا تجعل زوجتك تنتظر شيئا من غيرك لا تجعل زوجتك تنتظر شيئا من غيرك هسمعنا المرة اللي فاتت في الاتصال والجملة يعني ما كنتش حب نحن نتكلم فيها بس هيات قالت إنه عايزة تحس بحب راجل أو لفظ كان بالمعنى دوت فهي مش حاسة ده وانفصلت ورجعت عشان الأولاد واوا فلا تجعل زوجتك تنتظر شيئا من غيرك اتنين اسأل نفسك بصدق أو اسأل زوجتك إلا انتصل إلى النتيجة ما الذي تفتقده زوجتك معك إيه اللي هي مفتقدة في الحياة معك التأدير الاحترام الحب الحنان الاحتواء الإنفاق الجيد إيه اللي هي مفتقدة معك وحينما تعلم ما تفتقده زوجتك معك وفره لها ثلاثة اتعب لإسعادها ممكن تكون راجع مرهق تعبان مددايق لكنك تعمل عمل معين ولو بسيط ولو بسيط لإدخال السرور والسعادة على قلبها اتعب اتعب لإسعادها وعبر عن حبك وتقديرك بالكلمات وليس فقط بالأفعال اتعب في إسعادها كل زوجتك كما كان أبو سلمة لزوجته أبو سلمة لما توفي والمفروض أن أم سلمة تقول الدعاء وفي نهايته وأجرني خيرا منها كانت أم سلمة بتقول جملة غريبة جدا كانت تقول ومن خير من أبي سلم هو مين خير من أبي سلم ده بتقول كده والصحابة كلهم موجودين لكنه كزوج كان بالنسبة لها أفضل زوج مفيش زوج أحسن من كده ومن خير من أبي سلمة الحقيقة نتخيلت لو حصل أن زوجة في العصر الحالي زوجها توفى وطلب منها الدعاء وإن تقول اللهم أجرني فيه مصيباتي واخلفني خيرا منها حيبقى إيه شعور الزوج تخيلت إيه شعور الزوجة هل بتقول الدعاء وهي على يقين إنه واحد يستجاب لأن هي ببساطة شايفة زوجها ده أسوأ رجل في الدنيا فأكيد اللي حييجي بعده أحسن منه وإلا هي عندها يقين كبير مش درجة 100% بس يصل 99% لأنها تعلم أن الحياة مليئة بمن هو أفضل منه وإلا هي أساساً ما يهمهاش تقول الدعاء لأن هي أساساً مش شايفة أنه موته مصيبة أصلاً يعني ده دعاء المصيبة فهي أساساً مش شايفة أنه موته مصيبة فهي مش محتاجة تطلب أن ربنا يأجر فيها لأن هي أساساً ترى دي مصيبة ولا هي بالفعل حترى أن هذا الزوج هي من وجهة نظرها لا يوجد في الوقت الحالي على الأقل من هو خير منه كل زوجتك كما كان أبو سلامة لأم سلامة حقيقة الأزواج محتاجين شيء من المراجعة في طريق التعاملهم احترامهم تقدرهم حبهم حنانهم كل هذه الأمور بحاجة إلى مراجعة صادقة حتى نضمن سعادة البيوت دي بس الكلمة اللي احنا كنا عايزين نقولها للأزواج أما الزوجات فبرضه حنقول لهم رسالة ودي رسالة عما لأي حد في شيء في حياته مش عاجبه عدل ما يمكن تعديله لو في الحقيقة حاجة ممكن نعدلها سواء في نفسنا أو في اللي محيطين بينا فاحنا نقوم بتعديلها طيب واترك ما لا يمكن تعديله يعني في حاجة أنت مش قادر تعديله سيبها يا أخي سيبها خلاص يبقى أنت يا إما تعدل يا إما تترك طيب ظرف بقى لن تقادر تعدل ولن تقادر تترك تعمل إيه عدل ما يمكن تعديله واترك ما لا يمكن تعديله واقبل ما لا يمكن تركه ولا تعديله أنا لا قادر أعدل ولا أقدر أسيب ففي الحالة دي لابد أن أقبله لكن أنا بأقبله أحاول أولا أن أنا رضي نفسي بيه حتى ولو بالتمثيل أحاول أرضي نفسي بيه رقم اتنين أحاول أشغل نفسي بأعمال أخرى وحاجات أخرى في الحياة ثلاثة أقتل الفراغ لدي يعني ما أشغل نفسي بأمور مفيدة بذات لو كانت حاجات لها قيم وموس العليا أعمال عامة تطوع عطاء للآخرين دراسة جديدة أشغل معظم وقتي طالما أنا مش قادر الأصل إن أنا إما عدي إما أترك لكن أنا مش قادر لأي ظرف فأقبل وأرضي نفسي بهذا الأمر واعتبره من البلاء الذي سأؤجر عليه وفي نفس الوقت أشغل وقتي بأعمال أخرى وأمور أخرى تضيع من عندي هذا الإحساس بالوقت والفراغ ده سريعا بس كان يعني مجموعة من الكلمات اللي بنحب نرسلها في هذا الجزء للأزواج والزوجات وإن شاء الله الحلقات القادمة نبدأ في فترة من الفترات هنعمل أكتر من حلقة متتالية نتكلم فيها عن الأسرة بشكل موسع وإن شاء الله يكون فيها الفائدة والنفع بإذن الله من الأسئلة اللي جت لنا سؤال عن الكسل والإهمال يعني سؤال بيؤكد علينا على معاني الكسل والإهمال والناس كتير بيسألوا كيف نعالج الكسل والإهمال إزاي نعالج الكسل والإهمال أو الملل الحقيقة الموضوع دوت موضوع متكرر وإحنا حنقول في أكتر من نقطة مهمين جدا النقطة الأولى لابد أن نسعى لعدم الوصول للملل يعني دايما يقولوا الوقاية خير من العلاق يعني أنا ما استناش الموصل للملل أنا قاوم أساساً الوصول للملل أقاوم الوصول للملل بأننا يبقى عندي دائما فترات للراحة والترفيه يكون عندي دائما تغيير لروتين الحياة اللي أنا بتحرك به تغيير لطبيعة الحياة اللي أنا ماشي بيها في نفس الوقت يكون عندي شيء مهم جدا أننا أثناء العمل ما وصلش فيه للملل ما وصلش فيه لأننا خلاص جبت آخري فدي نقطة مهمة رقم اتنين إن أنا أوفر لنفسي الحافز الدائم باستمرار سواء أو أنا ببدأ العمل أو أنا شغال فيه أو أنا بنهيه لازم أوفر لنفسي الحافز الدائم باستمرار فتوفير الحافز الدائم ده أمر مهم جدا ثلاثة أنقحة نفسي دائما بمن يشجعوني بحيث لما يجي يحصل الملل أو التكاسل لو أنا قاعد في وسط مجموعة من المتكسلين فحنتكسل مع بعض لكن لو قاعد في وسط مجموعة محفزة ومشجعة فبالتالي إحنا حنقدر نشجع بعض ونطور بعض ونتقدم مع بعض النقطة التالية معالجة الملل في بداياته يعني أنا مجرد ما أبدأ أمل أو أكسل على طول لازم أعمل حاجة أكثر بها هذا الملل ما انتظرش بقى ما يوصل لآخره آخر نقطة ودي بنكرارها باستمرار قاوم الملل بالعمل قاوم الملل بالعمل قاوم الكسل بالعمل أنا مكسف من أنت لو استسلمت للكسل ما الإنسان بيحب ده الإنسان بيحب الراحة والكسل بالراحة راحة وخلاص لكن إنت لو ما استسلمتش وعملت واشتغلت هتلاقي على طول إن ده بيولد النشاط مرة أخرى فقاوم الكسل بالعمل قاوم الملل بالعمل عندك ملل رد بالعمل عندك كسل رد بالعمل أو بفترة راحة تاخد دي كان رضينا على موضوع الكسل والإهمال ونستخبر إن شاء الله أول اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك جزاك الله خير ومبارك الله فيكم وجزيك أحسنتم أحسنتم يا دكتور والله جزاك الله خيرا والله اللي سمدي يكون عاجزا أنه يتلفظ بأنه يتفكر في متخرجات الحكم اللي حضرتك بتقولها جزاك الله خيرا جزيك والله يا دكتور أنا عندي مشكلة صغيرة كده وهي أن الزوجي بمجرد ما يذكر بكلام يعني أذكره وأقول له دكتور حكمة مثلا تأثر فيه تأثير يعني مفيش دقيقة واحدة وبعدها تأثير بتاعها يروح لأ الكلب اللي أنت بتقولي هاله ولا الكلب اللي أقولي المرسل وكذا فممكن يعملها دلوقتي لكن بكرة تصحى تلاقي خلاص مفيش أي حاجة ممكن اللي هو يعملها طب أديني مثال حضرتك أديني مثال فأديني كل شوية عايز تذكر فأنا مليت منه طب ما تديني مثال حضرتك مثال لحاجة أنت بتذكره بيها ويعملها على طول ما يعملهاش تاني يوم نعم أديني حضرتك مثال لحاجة أنت بتذكره بيها فبيعملها وتاني يوم ما يعملهاش بيعملها بس المشكلة أنه بيعملها لا طيب جزاك الله خير معلش الخط قطع طيب النقطة دي فيها ملاحظتين يعني الحقيقة أولا يعني اشكري له أنه هو بينفذ ده مبدئيا لأن كتير قوي من الرجالة ما بينفذوش أصلا وكتير لا يسمح أساسا بأنه يتقبل نصيحة منها وإذا تقبل النصيحة على مضض فإنه غالبا لا يفعلها ففي البداية تحمد ربنا أنه هو بيسمع وبيفذ في نفس الوقت حضرتك يعني إذا كنت أنت بدأت مليت منه دي يعني ممكن تدينا شوية إحساس بأنك أنت حتوقفي أستاذ علي وده أصعب إحساس يتصرب للزوجة أو للزوج لو هو حس في لحظة أنك بقيت عاملة أستاذ علي وإنت اللي بتوجهي وإنت اللي بتنصحي مع الوقت هو قد لا يقبل هذا الأمر وإنت زي ما بتقولي مليتي فيعني خلي النصيحة والموعزة دي زي ما بتقولي مش هنمنحها لكن تبقى على فترات وتبقى بإسلوب لين وما تشعرهوش بهذا الأمر وبرضو استخدام القدوة في الحاجات دي دايماً الطرف الأضعف أو الأقل نظرياً يعني لما بيستخدم القدوة يعني هو بيعمل العمل ده بالسمرار قدام الطرف الآخر فدي بتكون رسالة لي بهذا العمل فيعني أولاً قال ليلي من الأستاذية احمد ربنا أنه هو بيستجيب ولو على فترات إن شاء الله طالما بيستجيب فيه أمل أنه يكمل بعد كده في نفس الوقت استخدمي القدوة أكثر من الكلام معنا نتصال آخر سلام عليكم فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك أهلا بحضرتك الأول جزاك الله كل خير على البرنامج دوت وجزاك أنا نفسي ليه تعليقين وعايز ألحظك سؤال فضالي التعليق الأول اللي هو في المقولة اللي هو دخل الربيع على قلبي نعم المقولة دي يعني أنا أخدت منها أنه فيه بشر كده يعني بيبقى قدامه كل أزافة الدنيا الكويسة لكن هو بيظل مازال متشائم يعني حتى الأزباب كلها دو جيد جنبه يعني الورد بقى موجود جنبه يعني كل أزافة كويسة جنبه نعم لكن هو مازال على التشائم اللي هو لا ما فيش حاجة كويسة برضه الشيء الثاني في القصة اللي هي بتاع الزوج وزوجته اللي هو يعني رسم أنه هو أعمى أو كفيف بجد الدنيا كلها محتاجة المثلة دي الوقت يعني أنه كله يتغاد عن أخطاء اللي قدامه ياريت عشان ما يجرحوش لكن دلوقتي إحنا عندنا الجرح يبقى سهل جدا نعم أو أن أي إنسان يجرح اللي قدامه ما بيباليش بقى إنه لو تحط في الموقف مش هيحب حد يجرحه نعم السؤال بقى أنا أريد سأله حزك ما عليش ليه سؤالين أول سؤال إزاي طلعي الحاجة الكويسة اللي جوايا أو إزاي أعرف المحاسن بتاعي نفسي نفسي يا ديت معلش نفس تأجبني عليها المرات إن شاء الله أو إزاي أعرف أنا إيه حلو جوايا عايز تطلعه أنا بنفسي حاب السؤال التاني معلش ليه أخوي في تالت عددي أزهري لكن هو يعني مش هقولك بيكره المذاكرة هو ممكن يحب أي حاجة إلا هي هو بيسمح حده دلوقت لكن إما بيعود يزاكر حتى وتكلم معي يقول لي زاهان آآ مالوش هدف يعني هو بيسمه إيه محمد ميسم إما بتنقش معاهم بلقلوش أي هدف يعني مثلا بعد أوجهه مثلا يكون له هدف في الحياة أو يكون مثلا حياة قدامه حد معين قضوة لا هو مش له هدف كده هو ممكن يبقى له هدف في حاجات بسيطة قوي آآ لكن في العلم حاجات بسيطة زي إيه حضرتك حاجات بسيطة زي إيه نعم حاجات بسيطة زي إيه آآ مثلا لده هدف ممكن آآ مالوش أهدف هو لو كل هدف إنه في اليوم يلعب ياخد راحته في اللعب كويس في الكورة آآ يخرج مع صحابه لكن هو بقى يزاكر ساعتم بيعود عن المذاكرة كل المشاكل بتحسط نعم بيبقى عايز كل حاجة بقى في البيت يتحرك يخرج يعمل حاجة أنا وراه مش عادة يأكل كل حاجة عايزة في الوقت ده معاليش فيالب تكلمه كلمة هو بيسمح حضرتك حاط إيه تاني بس يا دي كل اللي عايزة بقى حضرتك متشكلين جدا على برنامج حضرتك والله وبنشكرك إن استفدنا من حضرتك كتير جدا رب بديك وربنا يجعله في ميزان حسنا يتكلم اللهم عمين يا رب من يكرم طيب نرد على السؤالين سريعا وبعدنا عايزين هي قال التعليقين الحقيقة مهمين قوي أتمنى إن شاء الله أن الحقيقة يعني أعلق عليهم بالنسبة لإزاي أطلع الحاجات الكويسة اللجوية أو إزاي يعرف محاسن نفسي الحقيقة دي لها شقي إما عن طريق إن أنت بتلاقي نفسك حلوة في بعض الأعمال ممكن راح يلاقي نفسه حلو إنه بيكتب أو إنه بيقرأ كويس فعنده ملكة الإراءة بسرعة أو إنه يجمع أو إنه يلخص أو إنه بيلاقي نفسه وهو بيحفظ قرآن أو بيلاقي نفسه هو بيتكلم مع الناس فالناس بتستجيب ليه أو عنده مهارات إقناع أو يلاقي نفسه متفوق في مادة دراسية معينة فيحس إنه هو ممكن يتوجه في هذا الأمر أو يلاقي نفسه بيحب يفك ويركب في الحاجات اللي قدامه فالحاجة الأولى أنا بسمعها الاستبصار الزاتي إن أنا بشوف إيه الحاجات اللي أنا أظهرت إبداع فيها الحاجة التانية اللي الناس شايفاه يعني أنا ممكن أسأل إنتوا شايفين إيه مميز فيه سواب أخلاقيا أو مهنيا أو يدويا أي حاجة إنتوا شايفين إيه اللي أنا مميز فيه فبالاستبصار الزاتي من ناحية وبإن أنا أسأل الآخرين من ناحية الحاجة التالتة اللي عارف أوصل من ده أجرب أجرب أكتب أجرب أكلم الآخرين أجرب إيه داي أجرب كل الحاجات المتاحة لية بحيث أشوف أنا منور فين فبعرف إن الحتة دي المنطقة دي بتاعتي وعلى فكرة ممكن النور مش لازم بقى في حاجة كبيرة ممكن النور يبقى إن أنا بعرف أبتسم فأنا أحافظ على هذا الأمر إن أنا بعرف أتكلم كويس ممكن النور يكون إن أنا بحب أخدم الآخرين ممكن يعني مش شرط النور يبقى حاجة ضخمة قوي قوي ده ممكن تكون حاجات بسيطة قوي لكن الصغيرة يصنع الكبير محمد وكلنا محمد يعني كل الناس اللي هما بيدرسوا أو تسعين في المية من الناس اللي بيدرسوا محمد مين بيحب المذاكرة يعني كلمة ما بيحبش المذاكرة دي كلمة مش منطقي لأنه كله وده اللي بقوله محمد محمد ده بتحبش المذاكرة مش لوحدك بتكسل وإنت قاعد تذاكر مش لوحدك بيبقى نفسك تنام قوي وإنت قاعد تذاكر ياه مش لوحدك كلنا هزر رجل ده مفيش أريح من النوم على الكتاب أول يعني أحلى منوم في الدنيا هو الكتاب ناك تحط تذاكر فده أحلى منوم ممكن تديه لأولاد الصغير شوف كده أي ولد عايزه ينام قوله أم ذاكر ياه ممكن تنايمه بعدها بنص ساعة لكن الفرق يا محمد الواحد حياته مش ممكن أبدا تكون لعب مش ممكن تكون أكل وشرب وتلفزيون مش ممكن حتمر الأيام وحتلاقي اللي بيرفع من قدرك هو قدر ما حصلته من علم حتمر الأيام وتجد نفسك في السنوية الأزهرية وإنت مش متعود من بدل أنك تذاكر فتلاقي نفسك بتجيب مجموع بتمشي في الشارع تداري نفسك وسط صحابك عشان مش عايزهم يعرفوا المجموع اللي أنت جيبت ولا حد عايز يسألك بتلاقي نفسك ما دخلتش كلية كويسة تقدر بعدها تبني نفسك بتلاقي نفسك حتى ما انتش قادر على التعلم لأن أنت ما ربيتش نفسك على التعلم فمحمد أرجوك حتى لو ما عندكش رغبة حتى لو عندك كسل لابد أن يكون لك هدف وأبسط هدف في الدنيا أنك تكون شخص متقل لعمل وإنت بتعمل عمل الدراسة دي عمل فلابد أنك تكون متقل لي أبسط هدف في الدنيا أنك تسعد نفسك وتسعد من يحيطون بك بنجاحك أبسط هدف في الدنيا إنك تعود نفسك على التعلم لأن النجاح في الحياة ليمدي لمن يتعلم أكثر ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاءه وقدر كل مرئ ما كان يدركه والجاهلون لأهل العلم أعداءه ففوز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء صدقني يا محمد اتعب شوية زاكر وانت ملكش مزاج اقعد زاكر وانت ملكش مزاج وخلاص ده الانتحانات على الأبواب يعني ويبقى نبدأ المرحلة السنوية إن شاء الله باستعداد جديد وبشكل جديد لكن أرجوك يا محمد ما تضيعش الفترة دي ما تضيعش مستقبلك بنفسك ما تضيعش فرصتك أنك ترفع راسك في وسط زميلك بإنك مزاكر كويس وجيب درجات كويسة أسعد نفسك وأسعد من حولك بالنسبة للتعليقين الحقيقة قال التعليق مهم قوي لما علاقت على التشاؤم بالفعل في ناس حتى هم حواليهم كل حاجة يحسوا بالحسن وفي ناس يا جماعة ما حولهمش حاجة بس قادرين يردوا نفسهم وقادرين يدخلوا السعادة على كل مط أما بالنسبة لإن الناس تعدل بعضها والزوج يعدي للزوجة والزوجة تعدي به كان من التعليمات التي وردت للأزواج فدارها تعيش بها يعني عدلها عندها خطأ عندها تنين يعني كرهت منها خلق إرضى منها خلق آخر يعني نعدل بعض الزوج يعدي للزوجة والزوجة تعدي للزوج مفيش منع من العتاب مفيش منع من محاولة تصحيح الأخطاء لكن فيه مساحة من التغافل فيه مساحة من المداراة فيه مساحة من التعدية وزي ما بيقوله ليس الغبي بسيد قومه إنما سيد قومه المتغابي المتغاب له عامل نفسه مش واخد باله عامل نفسه مش فاهم له ما فهم كل حاجة بس هو عامل نفسه مش فاهم عشان الأمور تمشي الحقيقة تعليقين كانوا في غاية الجمال فحبينا نعلق عليهم ونزجرها لحضراتكم الحقيقة من الرسالة اللي جات لنا على الفيس ودائما بنقول يعني بنستنى مشاركات حضراتكم على صفحاتنا على الفيسبوك صفحة صارت الخضرة أو صفحة أشرف شهين بس أرجو لإن فيه أكتر من صفحة وغريب نفس الاسم التأكد بس إن هي دي الصفحة الرسمية الخاصة بينا إن شاء الله فبعت لنا حكاية جميلة أول أسف أنا مش فاكر اسم صاحبها إن شاء الله نقول لحلقات القادمة بيحكي حكاية صغيرة قوي بيقول له إنه فيه من الأيام كان خارج فشاف واحد أجنبي قاعد بيكتب على الكمبيوتر ووجده بيكتب بسرعة جدا جدا فعجبته الألية بتاعته والطريقة بتاعته فحط لنفسه هدف إنه هو يتعلم كل يوم يكتب حرف واحد من غير ما يبص الكيبورد من غير ما يبص لقدامه الحروف يكتب حرف واحد تعلم حرف واحد بيقوله بدأ كل يوم يتعلم ويقعد يكتب كتير الحرف ده من غير ما يبص حرف مع حرف مع حرف مع حرف مع حرف لحد ما في النهاية بيقول أنه بقى يجيد الكتابة بشكل كبير جدا وبسرعة كبيرة جدا وبدأ يكسب كتير جدا من هذا الأمر هو الحكاية الصغيرة دي بترجعنا للجملة اللي قلناها من شوية اللي هي قطرة فوق قطرة بحر وحكمة فوق حكمة علم شوفوا ببساطة شديدة جدا كل يوم شاف أولا شاف مشهد عجبه أو تصرف قدامه التصرف ده وتعجبه لقى ميزة الرجل ده بيعمل حاجة كويسة ثم الحاجة دي ممكن تعلمها فبدأ مباشرة النواة يتعلم بدأ يعملها خطوة بخطوة كل يوم حرف لحد ما وصل وهكذا النجاح نجاح صغير فوق نجاح صغير فوق نجاح صغير يصنعه نجاحا كبيرا الحكاية دي حقيقة عجبتني قوي وحبيت أن أنا أنقلها لحضراتكم نقطة كمان مهمة جدا بنقابلها في التساؤلات اللي بتيجي سواء بتجينا على الفيس أو بتجينا في التليفون اللي في ناس يا جماعة بيبقى متخيل أن هو هو عايز وصفة سحرية يعني مثلا واحد بيتكلم أنه عايز فأقل وقت طيب هنستكمل إن شاء الله لكن بعد استقبال هذا الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وبركاته أهلا بيكي أهلا بحضراتك إزاي حدكو صغير الحمد لله لو سمعت لو بشكو حدك على البناء مجال حلو ده ربني خليك أنا وقت واحدة تخرجت من كلية من كلية الكمة بتقدير جاي جدا الحمد لله بأي سنة الحمد لله كان كل بقى عندي طموحة وعندي أي حاجة عاوزة عمال الحمد لله كنت بحقق المشيكة إن أنا بعد الوقت بعد ما اتخرجت وبأي سنة قاعدة كل ما جاء لقي شغل أهلي في البيت يوضر بلد قلق وما ينفعش يشتغل دلوقتي وعشان فيه ساعة ونص عشان يروح للشغل فحاس إن أنا طموحي بدأ يروح وصف بأي حاجة ما بعملش أي حاجة الوقت في البيت ولا أي حاجة نعم طيب هردى على حدثك إن شاء الله طيب هردى زي ما تعودنا دايما نحاول نرد على الأسئلة سريعا عشان ما نضيعش في وقت الناس فكل اتخرجت وكانت تحقق أي طموح ما قبلها مشكلة إن ألها بيرفضوا خوفا علي الموضوع له شقي الشق الأول إن إحنا لو الأمر فعلا حقيقي والمنطقة اللي هم فيها فعلا فيها ألأ والبلد فيها ألأ فبالتالي إحنا يعني بنقبل هذا الأمر وبنضحي وبنعلم إن ده بتلاء في الفترة دي وفي نفس الوقت تشتغلي على نفسك إراية دورات كتب من على النت الحقيقة الشغل للوقتي النت قتاح حاجات كتير قوي قوي ممكن تعملي حاجات كتير وانت قاعدة في البيت فاتعلمي زودي ثقافتك زودي علمك فيما هو متاح لكي في الوقت الحالي وفي نفس الوقت ما تضيعش وقتك على الفاضي إن أنا قاعدة ومحبطة ومتضايقة لأ اعملي حاجة وكأنها إعداد لما هو قادم ده بنعتبره الظرف طارق حصل ويمكن الظرف الطارق ده حصل عشان يساعدك إنك تتطوري أكتر ثقافيا وفكريا وطربويا تتطوري أكتر في هذا المجال بحيث إن شاء الله لما الأمور تستقر وتشتغلي تكوني أعدتي نفسك بشكل أكبر لكن في نفس الوقت لو أتيح لكي من العمل ما لا يتعرض لهذه المضايقات والمشاكل في البلد أو كان فيه مبلغة شديدة من الأهل في هذا الجنب فحاولي تعادي معهم وتقنعيهم أو تستعيني بمن يقنعهم إذا كان العمل آمن وحاولي كل الضوابط اللي تخليها عمل صحيح على جميع المستويات طالما ده متوفر يبقى إن شاء الله حاولي تقنعهم وربان يسر لك الحال بإذن الله طيب نستكمل إن شاء الله وبنقول إن بعض الناس هم بيتصلوا طيب بعض الناس مش عايزة علانين مننا ليه معنا اتصال آخر السلام عليكم يا له السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت أنت ما نعايز أشكد حديثة على البلنامج استفدني منه كتير فعلا الحمد لله طيب عايزة أخذ لهم حديثة عشان عايزة أسأل حديثة عن حاجة يعني طيب حديثة إن شاء الله أرجع للكنترول حيضوا لحديثة التليفون إن شاء الله برضو بالنسبة للتليفون عشان رحبنا نتكلم على الرسائل أحيانا يا جماعة الوقت بيكون دي ما بستطيعش إن أنا رد على كل الاتصالات لكن أنا على الفيس زي ما هو أنا صفحة صرحة خاضر أو أشرف شهين أنا إن شاء الله برد على كل الرسائل اللي بتيجي فمحدش يزعى لو اتصل رد فيها لما يكون الظروف تسمح بالرد أنا برد لكن ما حدش يزعى لو اتصل وما ردتش هو الرقم اللي هتاخده رقم سليم وهو رقمي بالفعل لكن أنا مش دايماً بيبقى عندي الظروف تسمح لي بالرد لكن على الفيس بنرد على كل الأسئلة وبنرجع تقول الأسئلة سواء كانت على الفيس أو كانت بنتصال تليفون يا جماعة ما فيش وصفة سحرية إحنا بنتكلم في مشكلات تربوية واجتماعية ونفسية بتحتاج نشتغل على نفسنا فيها أنا بفتح لك الباب وبحط لك الخطوط العريضة لك اللي لازم تشتغل لكن فيه واحد أنا بتخيل إنه بعد السؤال هو مش داوة مش هقول لك برشامة خدها هتلاقي نفسك بكرة ما بقاش عندك كسل ولا خمول ولا سلبية وبقى عندك ثقة وبقى 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 فلازم يا جماعة نبقى عارفين إنه الرد ده إحنا بنفتح الباب بنفتح الباب لك اللي لابد ندخل الحمد لله في فضل الله ناس كتير جداً من فضل ربنا بعد ما بيننفذ الحاجة اللي اتبعدت بيلاقيهم بعثين عملنا كذا وكذا 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 وتغيرنا في كذا والحياة ده أمر بيسعد الواحد جداً فأجماعة لما تسأل سؤال وتنتظر رد أولاً ما تنتظرش الرد اللي على هواك أنا ما بردش بالرد اللي على هوا اللي بيسأل أنا برد بالرد اللي أنا شايف من وجهة نظر ومن خلال خبرات الواحد مع ما حدث إنه هو الرأي الصواب اللي ممكن يكون رأي مناسب ده شق الشق التاني إن لازم أنا مش حديك حباية أخدها فتبقى كويس لازم نشتغل مع بعض في نفس الوقت أنا عندي السعادة عيش معاك اشتغل وتابع وبعات لي تاني وقل لي وبعات لي قل لي أنا معاك للآخر بس نحس إن في حركة وفي جهد يا جماعة تغيير لابد أن يبزل جهد في سبيله ما فيش تغيير بيحصل بمجرنك سألت سؤال فواحد بعط لك الرد فاتغيرت لأ لابد إنك إنت تكتهد ونشتغل مع بعض عشان ما نحسش إن إحنا ما بنعملش البعض يقول إيه البعض إحنا على فكرة بنرد عليه برد أنا عارف إنه عارف فيها سئلة مباشرة وبنرد عليها رده هو عارف حنقول دول نقول لهم إيه بس بعد ما نستقبل هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاك أختكم محمد من كتوب أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ربنا يجازيك عن خيرهم وعايزة أقولك من حلقة النهاردة القراحة أكثر من رائعة الحمد لله وأنا نضم إلي زوجي في البرنامج بتاعك ما كانش بيسمعها أول فلما سمع حلقة واثنين النهاردة كان بيسمعها وهو يعني متنبه أوي كده فأنا ساعدت القراحة يعني الحمد لله البرنامج كل يوم بحس أنه هو يعني في نجاح أكثر بإذن الله طب تحياتي لزوجك الأول عايزة أكلم في نقطة قطرة فوق قطرة بحر تانا فأعايزة أتكلم في نعم بقول لحديثة تحياتي لزوجك الأول أنت حديثة سمياني؟ أه سميح حديثة بضل طيب بقول لحديثة أنا عايزة أتكلم إن الإنسان ما يحقرش العمل القليل إن ممكن لو أخلص فيه وعدم على نفسه إن هو يبقى الخير إن شاء الله فربنا هيجزيه عنه إن شاء الله الخير فأنا يعني كنا بنقولي المثل اللي هو قليل دائم خير من كثير منقطع فإن الإنسان حتى لو تصدق بطمرة وحيدة وأخلص لله سبحانه وتعالى ممكن يوم القيامة يلاقيها جبد من الطم ورسول صلى الله عليه وسلم لما مرنا قال بلوه عني ولو آية ما قالتش الآيات كلها أو ما قالتش بالإسلام كله لكن قال آية تخفيف وعارف إن الإنسان استطاعت يعني على حسب استطاعت فهي فهلا يعني عايزة أقول في مهاية برضو أصحاب معلش أنا متشفد بهم تملي أصحاب الغار لما أخلصوا للعمل اللي يسكنا وتعالى وحبوا إن هم يفقوا القارب توصلوا إلى الله بعمل برضو صالح عمل واحد ما استطرواش كل الأعمال لكن يعني فقروا في عمل واحد فيعني أسأل الله إني وفقنا إلى الأعمال وأنا يعني نفسي أقول إن إحنا ما ننقطعش حتى لو الخير قليل أو العمل بتاعنا قليل فإحنا لازم ندوم عليه عشان ربنا يوفقنا بإذن الله أحسن من كثير منقطع وبأشكرك وبأقول لك جزاك الله خيرا وتحياتي ببرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وتحياتنا لزوج حضرتك يعني أنا بأسعيد الحقيقة لما يضاف لنا حد جديد وخاصة إذا كان رجلا يعني يعني الواحد بيسعد بزيادة المشاهدين وبيسعد أكتر بالاستجابة يعني الاستجابة لما نقول والواحد يحس إنه عمل حاجة وقدم حاجة بأشيء يسعد نرجع تاني للأسئلة اللي بتيجي وعايز أقول للناس حاجة أحيانا أعيدوا عليك مش دايما في بعض الأحيان الحمد لله بتطلع رد ممكن ما يكونش كان في زهنه أو رد جديد في بعض المشاكل لكن بعض الأسئلة بعض الأسئلة وليس كلها بتكون الردود أنا عارف إن صاحبها عارفها وإن هو بيقولها لنفسه طب إحنا بنقولها ليه أحيانا أعيد عليك ما تعرف لعل روحي وأنا أكتب ردي تصل إليك ربنا يعلم إن الواحد هو بيكتب الرد الواحد يعني بيعيش تماما مع صاحب المشكلة حتى وإن كان رده مش على مزاجه أو مش اللي هو عايزه لكن الواحد بيبقى حاسس بيه قوي حاسس بألم المتقلم بفرح الفرح بقلق القلق وبيكتبه وفعلا عنده أمل ربنا ييسر له حل هذه المشكلة والخروج منها فبأنفسي ممكن روح الواحد هو بيكتب تصل إليه فتشعره وكأن الكلام القديم بالنسبة له قد أصبح جديدا أحيانا أعيد عليك ما تعرف لعل روحي وأنا أكتبه تصل إليك ولعلي أذكرك بما تعلم وتتناسى ممكن الأمر تكونين تعرفه بس بتتناسى فأنا أذكرك به ولعلي أوقذك من غفلة حتى ولو بكلمة أنت تعرفها وشكده واحد كنت بقول جملة جميلة جدا نحن لسنا بحاجة دائما إلى أن نعلم الناس شيئا جديدا إنما نحن بحاجة على الأقل إلى أن نعلمهم ما أو نذكرهم بما يجهلون طيب معنا فاصل نطلع فاصل صغير ونرجع لحضراتكم إن شاء الله أهلا ومرحبا بكم نواصل في طبق اليوم وربنا أكرمنا النهاردة ببعض الوقت نقضيه معا يعني الواحد هي بسعيد جدا والفرصة بتتاح لي إن هو يستكمل مع حضراتكم ونقضي أطول فترة ممكنة مع حضراتكم فإحنا معانا بعض الوقت نستقبل في اتصالات حضراتكم نستكمل تعليقاتنا على التأملات اللي إحنا قلناها نرد على أي حاجة حضراتكم حابين نرد عليها وخلونا بقى نعيش التأملات عشان سريعا كده عشان ما تتوش مننا في الحلقة ونحاول نستخلص درسها إحنا خلاص قطرة فوق قطرة أعتقد إن هي ناس كتير علقوا عليها وقالوا كلام طيب جدا والحيانا عايز أقول حاجة برضو أحيانا يا جماعة واحد يكون أبواب الخير بالنسبة لنا عندي قناعة دائمة إن كل واحد فينا ربنا بيديله مناطق قوة وفيه عنده مناطق ضعف من الجمال يا جماعة إن احنا نركز قوي على مناطق القوة بتاعتنا دي ممكن طيب هنركز على مناطق القوة بس بعد ما نستقبل هذا الاتصال من أم براهيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن الجمال إن استطعت الاتصال فيكم أهلا بحضراتكم احنا والله بنسعد باتصال حضرتك كيف حالك يا ورحمة الله الحمد لله الحمد لله ربني أكرمك أه على فكرة أنت هداف تنطقي المواضيع اللي تحصل فيها ثمار ونتائج الحمد لله أه حضرتني قصة أنا كنت شاهد عيان فيها أه رجل من من تزوج من امرأة أه ذو طابع خاص أه هو وسيم ويعمل بمركز مرمو وهي أه يعني ما كانت على قدر لكن من الجمال لكن كانت امرأة دافئة كانت أه معطاقة لدرجة أنها ما طلبت منه إلا إلا زخرة في العلاقة الزوجية الزاهرة لكن كانت طاعت الحب والرعاية بتضفق وسخاء بصمت وهاي عطاء قيم من مدلول من أعماق المشاعر أه لدرجة أنها في الليلة كانت بارد باردة يعني وكانت أه يعني تصلح له جوارب يعني شو أنت تسموه نسميه الندلغات نعم عندكم شو تسموه جوارب نعم وكانت في هاي اللاحظة في سكرات الموت ولم تفصح أنها مريضة واستأذنت منه ودخلت ورفتها فادت روحها المهم كان عندها منه أولاد بنت على ما أتذكر وولدان هاي المرأة بعد ما توافت فترة بسيطة تزوج أكثر من مرأة جميلة يعني موصفات هو كان يفتقدها في الراحلة يعني والله أنا شفته التعاسة اللي عاش فيها بعد مع هذه الزجزة الجديدة وكان يروح عند القبر ويكاد أنه يخترق بأيديه يدر القبر والأرض كي يحتضنها كي كي لما سدفت والرعاية اللي احتقدها بموتها هذه حالة حالة تانية قريبتي كان زوجها مريض والمرض مرض شديد يعني المهمة هاي المرأة كانت تحتضن زوجها لتضفق مشاعرها وهو يتقلم المرض لدرجة أنها كانت تتمنى لو اقتنفت المرض من داخل جسده وتتحمله هي حتى فارق الحياة ولازلت هذه المرأة تحن حنان غير طبيعي لهذا الراحل زوج ولا تتحرك بأي خطوة ألا يهوب بمعايتها يعني مثلا تسير تسوي عمره لازم تسوي له عمره بالبدل هو راح توفعه الله الحب العظيم اللي كان موجود لازال لم يمت مع دخول جسده والقبر لأن الروح باقية في الأعماق فأنا أهمس للزوجات وأهمس للأزواج لما مشاعركم متصحرة لا يطلع فيها غير الصبار اللي فيه شوك لما تكونون فيكم دفء وعطاء بدون ما تعرفوا أن ما المردود ليش الرجل بيعتبر عقد الزواج هو هنا تملك هذا المرأة التملك بش بالورق التملك بالعطاء بالحب بالإخلاص أما هذا الدع العمى علشان هذه الفقيرة المسكينة هذا مو بالدع العمى هو مبصر لأن قلبه مبصر البصر مش بالعيون البصر بالقلب ومش بالعيون ياما أنا شفت ناس مبصرين لكن عمي ما عندهم ما عندهم إحساس ما عندهم مشاعر ما عندهم رؤى وياما ناس فقدوا البصر لكن فيهم قمة الإحساس وقمة البصيرة بالقلب وأسأل الله أن ينير قلوب المسلمين وبيوتهم من السعادة والدسء والعطاء والإخلاص والتفاني في إسعاد الآخر من غير ما ينتظروا المردود لأن هذه كلها حصاد دنيا وإلى الآخرة وأسأل الله أن يهد الرجال ويهد النساء إلى ما يحبه ويرضو أنت يا دكتور فارس في المواضيع اليوم أنا شفت على أحد القنوات وكان تقريبا كان الموضوع يدور في نفس المحور وعجبني جدا تصليفة للعلاقة ما بين الأم والأولاد وهذا أسأل الله نزيدك من العلم وينفع بك الأمة ويحفظك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله يا دكتور عليكم السلام عليكم يغرب الصمت الكلام يعني الحقيقة يا جماعة يعني ممكن من بركات البرنامج دوت المجموعة كبيرة من المتصلين قالوا أحب يسعد بأي اتصال يجيله بيفرح بإن إحنا بنتواصل مع حضراتكم بيفرح قوي إنه ممكن يكون قدم حاجة ويمكن أنا بتكلم من شوية وبقول إن كل واحد فينا ربنا اداله نقاط قوة وعنده نقاط ضعف فمحتاج يركز على نقاط قوته قوي على أمل إنه تجبر كسر نقاط الضعف اللي عنده فربنا يعلم إن أنا بعتبر إذا كان لي إن أنا أستبصر ذاتيا وقول شي أنا بعتبره نقطة قوة فربنا يعلم قدر الحب اللي بينتلئ داخلي لكل من أعرف ومن لا أعرف والرغبة الصادقة والحماس الشديد اللي بقى جوايا إن الواحد يسهم بدوره ولوه بسيط في إسعاد أحد أو في العطاء لأحد أو في تغيير حياة أحد بعتبر دي يمكن ربنا ساهم في أن يعني ربنا زرع في قلب الواحد هذا الأمر وعوامل أخرى الحمد لله سعدت عليه فالواحد بيسعد بهذا الأمر لكن في نفس الوقت ربنا بيمن علينا بمجموعة من المتصرين الحقيقة بيهز الواحد من الداخل وبيثر البرنامج جدا 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 وأحيانا بيكون كلامهم أعمق وأقوى من أي تعليق عليه أختنا أم إبراهيم وغيرها 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 يعني أشكركم جدا 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 تسعدونا وتثر البرنامج وتسعدوا المشاهدين وكما تدعو لنا أدعو لكم بأكثر مما تدعو لنا به جزاكم الله خيرا وأسعد قلوبكم وفرجك ربكم معنا اتصار إن شاء الله أموت الله السلام عليكم عليكم السلام وحسنا الله وبركاته أهلا برسال الله فيك دكتور جزاك الله كل خير وأنا في الله عضيك اللهم أعمين لصنطنا أنا طريقة في السنوية العامة وعندي مشكلة عايزة بحاول أعياتهم من حددك بحاول تحاول 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 فدل أنا دلوقتي فضي شهر على المتحانات أنا حاسة إن أنا ضايع ومش عارف أي حاجة ومش عارف أردت بنفسي مش عارف أزاكر ولا أردت بإيه خلاص أنا ضايع كده كده الوقت ده مش هيساعدني طب هو الأول حضرتك مذاكرة أصلا مذاكرة وحسنك ناسيا ولا أنت أصلا مش مذاكرة كويس لا أنا من أول سنة كنت بذاكر يعني بذاكر وبروح الدرس وذاكر وبمتحن عليه والحمد لله بجيب زراجات كويسة خاص الحمد لله بس أنا حاسة دلوقتي خلصت مثلا أنا طبت مثلا عندي تاريخ قديل شهر سايبة الدرس ممكن أقرأ فيه كده شوي بس حاسة إن أنا ضايع حاسة إن حتى لو ذكرتني مش قادرة أنجز ولا عملا أي حاجة حاضر بس ويمكن فيه كان حوالي ضغوطه كده وفذ باب الله رحمه حاجات كتير فعشان كده حاسة إن هي مش عارفة ممكن يكون دي أسباب برضو كده فمش عارفة والله عامل إيه وانا بقتنع والله بكلام حاضرتك جدا فبالله عليك أقناني أو ديني حل في المشكلة عندي وربنا يبارك فيك يا رب ربنا إن شاء الله ومثلان تاك من الضعاء والله يتقي يا ربنا يكرر بصلك حال أقنعك إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله بركاته خواه مبدئيا الموقف كويس كتير قوي من طلبة سنوية عامة بعد ما بيبذلوا مجهود كبير على مدار السنة بيوصلوا لمرحلة يحصل فيها نوع من أنواع الملل الديق بيدخل معاها الخوف إن أنا خايف من الامتحانات فملل وديق وخوف يتهيئ لإن أنا نسي أي حاجة طبعا للي ذاكر ما هو لما ذاكرش طبيعا ما عندوش حاجة ينساها أصلا لكن عشان كده سألتك فبالتالي طلبة دي كنت مذاكرة كويس بتحلي في الامتحانات كويس فكل الفترة اللي حصل الديق مفيش مشكلة فيها يعني أنا ببشارك إن فيه دراسة بسرعة مش عشان تسكتي عشان نواصل إن فيه دراسة أثبتت إن ممكن المعلومة تقعد في زهن الواحد ست شهور يعني قريتي معلومة من ست شهور وبعد ست شهور بس بشرط تكوني مركزة تماما وحط تركيزك كله في اللي قدامك ممكن تسترجع المعلومة وكتير بيحصل معا مكتلك ليه ده أنا فكرت دي من الدرس اللي كنت واخده من الصف قبل الدراسة فهو ده فعلا بيحصل فأولا نطمو إني الموقف مش سيء والله حصل لك بيحصل لناس كتير ومش عايزين نبحث النهار ده إيه الأسباب هل وفاة الوالد هل اللي حصل الأسباب ما تعنيناش النهار ده في حاجة إحنا في حالة والحالة اللي إحنا قدامها دي عايزين نتعامل معها ونغيرها ونشتغالها والطريقة في التعامل حاجة لازم تبدأي من النهار ده تاني بنعمل إعادة تنشيط من جديد بنحمس نفسنا من جديد بإراية للمناهج إراية ما تحليش الأول ولا تحاولي تسترجعي ابداي إقرأ الأول عشان نمحو الغشاوة اللي كانت موجودة دي حاولي تعملي لكل مادة فترة مركزة ساعتين أو تلاتة يتخلى لهم ربع ساعة راحة عشان تركيزك يبقى في المادة دي بس تساعد العقل الباطن والمخ على إنه يسترجع المعلومات بتاعتها يبقى كل مادة تاخد حوالي ثلاث ساعات نفصل بينهم بربع ساعة أو تلت ساعة راحة إراية نقرأ المنهج بتركيز نقرأ المنهج بتركيز وما تشغليش نفسك بالتذكر أنت بتقري وبتسترجعي بعد ما تعمل الحركة دي حتبص تلاقي كتير قوي من المادة رجع وحاجات ما رجعتش فتبقى محتاجة تركيزي فيها شوي ثم الإكثار من الحل في هذه الفترة الفترة دي محتاجة حل كتير تحلي طبعا أنت حانت سنفاتك كلها لو في كتاب دليل التقويم أسئل كتاب المدرسة كل المتاح ليكي في أنك أنت تحليه في المرحلة دي إبدأ يحلي كتير جدا جدا ويحاولي ما تضيعيش وقت فبالتالي إن شاء الله بإذن الله بالثقة وبالجهد وباسترجاع ما فات وبالاستعانة بالله إن شاء الله حتجدي خيرا كثيرا بإذن الله نرجع للتأمولات بتاعتنا وقلنا سعيد من تكون ظروفه مناسبة لمزاجه لكن الأسعدة من يستطيع أن يجعل مزاجه مناسبة لأي ظرف مهما كنت في ظرف سيء حاول تغير مشاعرك صعبة آه صعبة أنا عارف في مواقف تبقى جديدة آه جديدة لكن حاول اجتهد إنك تغير مشاعرك تتقبل اللي إنت فيه تحرك نفسك في العمل إن شاء الله تتغير معنا اتصال آخر أمات الله سهاج السلام عليكم أمات الله من سهاج أمات الله من سهاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حديك وطي صوت التلفزيون بعد إذنك حضرتك أنا ما عنديش ثقة في نفسي خالص وعندي خوف اجتماعي ما عرفش أاخد قرار أو يعني ما عرفش أطلع أي حاجة كويسة جوايا يعني يعني مش عاربة أنا فشلت في السنوال العامة بسبب جلة الثقة بنفسي وده يعني تعبني نفسيا جدا يعني مش مترددة كل حياة كده يعني أعرض كتير يعني عن الثقة بالنفس وكده يعني وبرضه أحس أني ما فيش فايدة أني ممكن يعني أتحسن أو كده يعني فعايزة حضرتك حضرتك هي البداية من آخر جملة قبل عايزة حضرتك يعني آخر جملة قبل عايزة حضرتك اللي حسة أني ما فيش فايدة أتحسن بداية علاج الثقة عند حضرتك أو عند أي حد أنه يقتنع أنه ممكن يتحسن إحنا قلنا بداية الانتصار كده قلنا سيدنا علي في التأملات وهو رضي الله عنه لك إذا لقيته كنت أقدر وأني أقتله هو عنده قناعة أنه حيقتله قدامه ودي بداية النجاح أنك أنت عندك قناعة أنك أنت تستطيع لكن إذا ظنيت أنك لا تستطيع خلاص مش هتستطيع وكمان التاني يساعده ويقدر هو أني قاتله فأكتمعه أنا ونفسه عليه فأهزبه فرقم واحد لا ما فيش حاجة سمع ما فيش فايدة أنك تتحسن ولا أي حد ما فيش فايدة فين كل فيه فايدة أن احنا نتحسن وفي جميع المجالات وفي مجال الثقة ده تحديدا بالزيد فرقم واحد أن حديك إصرفي عن ذهنك فكرة أن انتي ما فيش فرصة تتحسن دي رقم واحد دي أول حاجة القناعات دي لازم تتغير رقم اتنين أن حضرتك تكلفي التصرف كالواسقين يعني إيه يعني أنك دخل في موقف معين تخيالي كده لو أنت كنت واسقة من نفسك كنت عملت إيه أو تخيالي أن التصرف اللي أنت نفسك تعمليه هو إيه وعليه إبدائي مباشرة تصرفك الواسقين تكلفي تكلفي مثلي أنك مواسقة وعملي التصرفات دي مع الوقت حيتحول هذا التصرف إلى فعل ثلاثة حقيقي نجاحات ولو صغيرة حاولي تنجح في دراستك أفضل ترفعي مستوك في دراستك ترفعي مستوك في علاقتك بالناس ترفعي مستوى أخلاقياتك كل نجاح هتحقق إيه ولو نجاح صغير حيدعم ثقتك بنفسك أكتر ده أمر مهم جدا أنك أربع زيدي مستوى ثقافتك بأي وسيل سوى بقى بالإراية بالدورات كل ما أنا عرفته أكتر أنا جوايا مليان فحسق في نفسي أكتر لكن أنا فاضي ما عنديش معلومات ثم ما بدرس وما عنديش أفكار جيدة ومش عارف أخبار اللي حاول حسق في نفسي في إيه الثقة دي لازم يكون لها ما يسببها فحضرتك أعمل كده وبرده إن شاء الله يا جماعة موضوع الثقة خلاص أنا وصلت القناعة لازم نعمله مجموعة حلقات فيحنا بنتغير إن شاء الله هنعمل للثقة الثقة قوة الإرادة اتخاذ القرار في مجموعة موضوعات كده بيجينا عليه واسئلة كتير قوي إن شاء الله هنعمله بقى حلقات كاملة نستكمل بيها إن شاء الله هذه المنظومة نوعيتكم كده إن شاء الله لكن ابدأي في البداية أعمل اللي احنا قلناه وإن شاء الله تجي دي خيرا تأملاتنا كانت كتير نتمنى إن هي تكون حضرتكم خرجتم منها بحاجة وإن شاء الله لحاجاتنا معلقناش عليها بإذن لا نستطيع التعليق عليها في أوقات أخرى وإن كان معظمها معناه واضح ودرسه واضح ننتظر إن شاء الله ومشاركتكم معنا على صفحتنا على الفيسبوك سارة خضرة وصفحة أشرف شهين ساعدتي بكم جدا 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 وساعدتي بالوقت الزيادة اللي خدناه النهاردة جدا 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 وأتمنى إن شاء الله إن أنا ألقاكم في الحلقة القادمة في نفس الموعد الاسنين السادسة والنصف وأنتم على خير وأفضل حال وأحبكم أحبكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك ولا تركا إلى الدنيا وأكثر من عطاياك فدين الله يجمعنا على الإخلاص ألقاك لك الإخلاص ما أحيا وكم أشتاق لقياك أمو أمو أمو